صدق أن تشرين قلب الموازين وصدق أن العراقيين رسموا صورة جديدة في أذهان المراقبين وأن مليونا ونصف المليون دينار عراقي هزت عرش النفوذ وبائعي الأصوات والضمير صدق أن مرشحا في النجف واسمه محمد عنوز مرشح الفقراء والمكلومين دخل البرلمان بفوز كبير بعد أن ناشد الضمير وقال للعراقيين صوتكم ذمتكم وذمتكم كرامتكم أما حملته الانتخابية التي تساوي ما يقرب ألف دولار أمريكي كانت فريقا كبيرا في رجل واحد حاكل فتاته الانتخابية بيديه وعلقها في شوارع النجف ليكتصح دائرته الانتخابية بجدارة واستحقاق لا مثيل له في تاريخ انتخابات عراقية من قبله قد انتصرت إرادة أبناء النجف لذاتها ولشرفها بأن تستطيع إعادة كرامتها في يد أبنائها المستقلة محمد عنوز نائب البرلمان المبكر 2021 الذي جاء مستقلا ينقل صوت المحرومين المستشار القانوني والمحاضر لمادتي القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص في دينمارك عرف ما يحتاجه الشباب فاقترب من منصات التواصل الاجتماعي مستمعا لظروفهم ليخاطبهم بالعلم والقانون عنوز فتح الطريق اليوم أمام تفاؤل بعراق تسود فيه الديمقراطية ومستقبل لا يباع فيه صوت أو ضمير ترجمة نانسي قنقر